حسب التحرير ممكنا فأصبح حلما بعد أن فات أوانه فما من يوم يمر إلا وتوغل المشروع الإمامي وانتشر الفكر الطائفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية بتاعز نحن الآن أصبحنا في يد التحالف العربي والتحالف العربي أصبح يجهض الشرعية ويجهض الجبهات ولم يحقق لنا أي أمل ولا أي انتصار تمر الذكرى الخامسة ليوم النكبة الحادي والعشرين من سبتمبر وما تزال مدينة تعز محاصرة من قبل ميليشيا الحوثية الإنقلابية ميليشيات استغلت توقف المعركة من قبل قوات الشرعية فتحركت على كافة الأصعدة في مناطق سيطرتها لتزوير التاريخ وتفخيخ الأجيال وتغيير ثقافة السكان وسلوكهم وجعلهم جنودا لها في قادم الأيام وهو ما ستعانيه تعز إن تحقق الحلم العدو يقوم بالحجد والتجميع في تقريبا معظم جبهات المحافظة الأبطال في الخنادق وعلى الجبهات يصدون تجمعات وضربة العدو المستمرة جمود جبهات القتال بتاعز لقرابة عام ونصف عدى منوشات محدودة وقصف حوثي مستمر على المدنيين دون رد بدى متعمدا من قبل الشرعية ودول التحالف كل ذلك أتاح المجال للميليشيات الإمامية لتعزيز وجودها وتحصين مواقعها ونشر فكرها الطائفي في المجتمع مجتمع أرغم العيش بين جند الإمامة هناك مؤامرة لأن تبقى تعز دحت وطأة هذا الانقلاب مؤامرة داخلية ومؤامرة خارجية لكننا نقول لهم للداخل والخارج أن تعز من يراهن على إسقاط تعز فهو رهان خاسر تعز أسقطت المشاريع الماضي وسوف تسقط مشاريع الحاضر تعز الصخرة التي حطمت كل المشاريع توقفت معركة التحرير بعد غارات لطيران التحالف العربي على قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية بتعز قيل بأنها خاطئة ومنذ ذلك الحين توقفت طلعة الجوية لطيران التحالف العربي بتعز عقبها توقف شبه كلي للمعارك في الجبهات وبات الجيش في موقف الدفاع يتصدى لهجمات الميليشيات الحوثية التي تحاول اختراق الصفوف للوصول إلى وسط المدينة لا تعز تحررات وفك عنها حصارها التي تتشكو منه لمدة خمس سنوات ولا تحالف قام بالمهام المكلة والتي أتى من أجلها أصلا فإما يؤلم أيضا أن ينحرف التحالف بدل أن كنا نحلم أن نحتفل بالتحرير في العاصمة صنعة هذا الجميع ليحلم كيف نحرر عدن وهذه المصيبة العظمى اليوم وبعد مرور خمسة عوام بات التحرير مطلبا ملحا لأبناء تعز توحد حوله كل أبناء المحافظة فبات الحسم العسكري أولوية ضرورية لا سيما أن الحصار مثل جدارا مانعا بينهم وبين الحياة الحياة التي فارقها الكثير من أبناء تعز بسبب الحرب دون حسم المعركة خذل التعز من قبل الشرية والتحالف العربي منذ العام الأول للمقاومة الشعبية إذ اتفق الحلفاء سابقا على دعم وتحرير مدن ومحافظات تخدم مصالحهم وتتبنى أجنيدتهم ضاربين عرض الحائط بمعاناة مدينة قدمت أبناءها للحفاظ على مكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر واستبسلت بشجاءة في الدفاع عن الشرعية والجمهورية بل ودفعت بأبنائها إلى جبهة الحدود مع السعودية لإيقاف خطر المد الإيراني على الخليج العربي والمنطقة العربية لكنها خذلت من الداخل قبل الخارج عبدالعززز بحانه من شباب تعز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة